والسؤال دايماً اللي نسأل وأكيد انت سألوك مئة مرة اش معنى حسقيال اش معنى احنا مثلاً ما منشوفش الموضوع ده في الايام دي الحقيقة في دعوة خاصة لحد كل حد انا اؤمن جداً ان كل حد فينا الله لي خطة خاصة وبيكوننا بطريقة خاصة محدش فينا زي التاني ومحتاجين ندرك دوت وكأنه لما ربنا يبقى عايز حدف حاجة معينة في مهمة بيتعامل معاه على قد المهمة والدعوة بتاعته فاحنا هادك قلت تعبير جميل ارمية في قرشاليم موجود دانيال في القصر وحسقيال بين المذبين تلات انبياء في وقت واحد التلاتة مميزين جداً بس كل حد فيهم مختلف عن التاني ووضعه مختلف عن التاني مين افضل جملة غلط كل واحد ربنا بيتعامل معاه دانيال الرب بتعامل معاه مع الملوك وفي القصور ايوة ودالوا النبوه عن الأمم وممالك الأمم بيحكي له عن اللي هيحصل ادالوا جزء عن إسرائيل ومستقبلها لكن كان بيتكلموا أكتر عن الممالك مملكة بابل ومسلمة مملكة مادية وفارس مملكة اليونانية مملكة الرومانية الخالي التمثال اللي فصر فيه الحلم وانخال دانيال سبعة الأربع حيوانات اللي شافهم فهو وراء الممالك وأعلن له إعلان عظيم عن الممالك حسقيال يقول له أنا عايز أكلمك عن شعبي عن واقع شعبي النهاردة واللي حاصل معام النهاردة والمستقبل اللي أنا دعي إليه فكل حد مختلف فعلا لأنه كمان يعني حسقيال كان في فترة الملك يهوياكين أيو يكونيا ومرات الاسم وبرضه الملك حتى أنقذ بعدين في أواخر الرب نبو خد نصر باركه ولكن الملك الأخير اللي هو صدقيا يعني نبو خد نصر عم عينيه قتل أولاده عم عينيه وبعدين مات والأخير ودمر أورشليم فهي فعلا كانت فترة إعداد وحماية لأنه بحسقيال نظبوط فده بفهمنا أن فيه خطة إلهية وأنه الدنيا مش ماشية وخلاص وأنه رب حكيم وتوقيتات حياتنا في إيديه أنا بحب أول آية في يدك أجالي في الإنجليزي إحنا في العربي بالنسبة لنا أجالي الأجال يعني إمتى أموت فده المعنى الدارج لنا كلنا وده حقيقة توقيت انتقال حياتنا في إيدي الرب بس في الإنجليزي أعجباني أول آية أنه أوقاتي في إيديك أوقاتي هي في إيدك أنت أنت ضابط أوقات حياتي إمتى يحصل هذا إمتى يحصل هذا إحنا مش ماشيين وخلاص مش بس مطرح ما الحياة بتودينا لن ناس لها دور تتحكم في حياتنا ولا إبليس يتحكم في حياتي حياتي في إيد إله عظيم بيحبني وعمل لي خطة دقيقة منظمة في التوقيتات ولم يجي التوقيت إله يفتح وليس من يغلق أمين ومثل ما قرأت من حسقيال بيتكلم على اليوم والشهر والسنة إلى هنا عظيم رح نواصل لحديثنا ولكن محب أعطي فرصة يمكن أنت واحد من الناس اللي شاعر أن السماء من نحاس والأرض من حديد وكل شيء مسكر بوجك ولكن عم نشوف أمثلة حية أنه كيف الله هو الذي يفتح وأنه الله هو سيد الكون وهو جالس على العرش وهو يراقب ومش ممكن تمر علي لصغيرة ولا كبيرة حتى شعور رؤوسنا مرقمة بيعرف يعرف دخولنا وخروجنا بيعرف حياتنا خبزنا وعجلنا بيعرف كل شيء عننا فيمكن تمحتاج فعلا تشجيع ومحتاج صلاة يمكنك التواصل معنا اشتركوا في القناة